وعلى مقربة من الضالة بدت مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات من ألوية العمالقة ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة الزاهر بالبيضاء وفاد مراسلنا أن المقاومة وألوية العمالقة هاجموا ميليشي الحوثي المتبركزة في جبل الأريل الواقع بين قريتي قربة والسوادنة في مديرية الزاهر وأضاف أن المقاومة وألوية العمالقة ظهرت ثلاثة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات بعد مواجهات استمرت سبع ساعات فيما لقي عدد من عناصر الميليشيات مسرعهم ولا ذا من تبقى منهم بالفرارة